عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للبدء في تجهيز أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وأكد شعراوي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية التي لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي وبسرعة انهاء مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بإجمالي 514 مشروعا والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات نحو 1.9 مليار جنيه